أحسن الله إليكم هذا الأخذ سائل يقول الشيخ بالنسبة للنصوص الشرعية بشأن تناول العسل عسل النحل ولكنني أجد صعوبة في تناوله في الصباح فهو حار على معدتي هل بتكرار تناوله يزول الألم من بطني ومعدتي يكذبان؟ إذا كان فيه ضرر فلا تتناوله وإنما هو شفاء لا يوخذ للضرر وإنما يوخذ للشفاء والعلاج إذا كنت تتضرر به فلا تأخذه وتراجع الطبيب في هذا الطب اليوم الحمد لله تطور والطبيب يرشدك إلى ما يناسبك